نروح دلوقتي لموجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع دينا شرف تفضليتي شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم دعت مصر إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظا على سلامة واستقرار البلاد وحماية مقدرة الشعب السوداني وطموحات ثورته المجيدة وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها لن تألو جهدا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع دول الصديقة والشقيقة من أجل نزعفتي للأزمة الراهنة وكما شددت مصر على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيها وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السوداني الشقيق كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات المرسمية المصرية أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره السوداني علي الصادق تناول تطورات الجارية في السودان وأنقل شكري لنظيره السوداني قلق مصر البارغ من استمرار مواجهة المسلحة الحالية مؤكدا أن الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان كما تطرق الاتصال لأوضاع الجالية المصرية وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتطورة قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن بلاده تتطلع إلى علاقات طبيعية وودية مع الدول العربية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وأوضح المقداد عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد الميجيد تبون بالعاصمة الجزائر أن دمشق لا تفرد شروطا لتطبيع علاقاتها مع العالم العربي وأن ما يجريه هو سعي لطي صفحة الماضي معتبرا أن العمل العربي المشترك هو الكفيل بسيانة ووحدة الدول العربية من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أكد وزير الدفاع الصيني لي شانجوفو أن بلاده لديها علاقات قوية مع روسيا تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية جاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني خلال اجتماع مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في الكرملن وقال وزير الدفاع الصيني أن العلاقات الروسية الصينية دخلت بالفعل حقبة جديدة ومن جانبه رحب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين خاصة في المجال التقني قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 28 آخرين في عملية إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ولاية ألباما الأمريكية وقال المتحدث باسم الوكالة إنفاذ القانون في ألباما إن هناك العديد من الإصابات حالتهم خطيرة ووقع إطلاق نار في غضون أسابيع من حادثي إطلاق نار في ولاية تينيسي وكنتاكي وهو ما دفع رئيس الأمريكي جو بايدن إلى حفل كونجرس الأمريكي على إصدار قوانين لتحبيل مصنع الأسلحة النارية مسؤولية أكبر عن العنف المسلحة وحضر الأسلحة القتالية ومخازن الذخيرة ذات الساعة الكبيرة إلى جانب ضمان التخزين الآمن للأسلحة النارية والتحقق من مبيعات الأسلحة تطلق اليوم شركة سبيس أكس أول اختبار لإطلاق مركبة فضائية تابعة للشركة من ولاية تيكساس الأمريكية وعلنت سبيس أكس أسابقا أن الأمر يتعلق بإجراء أول اختبار طيران لمجمع متكامل تماما يتكون من مركبة فضائية وصاروخ حامل فقيل للقيام برحلات في الفضاء وإرسال البشر إلى القمر وكوكب المريخ ختام مجزء التاسع فاصل ونعود لحضركم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر